نهار الجمع عشرة فيفري عشرات المواطنين التوانسة تشكيهوا من طبيقات كبيرة وهما مروحين من الجزائر عبر معبر حيدرا ومعبر بوشبكة وحسب المواطنين اللي اسمعناهم وشوفناهم في منابر اعلامية وفي رسائل تواصل اجتماعي التعامل معهم من قبل السلطات الجزائرية ما كانش في المستوى واللي تم منم حتى باش يروحوا بابسط الادوات والمواد اللي شريعوها حديثنا هذا كان ممكن يكون اطول في النقطة هذه بالذات لكن التدخل كان سريع من رئاسة الجزائرية مع صدور امر من رئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعدم ازعاجه على قلق المواطنين التونسيين في مراكز العبور الراغبين في الدخول او الخروج من والى الجزائر كيف ما قلت لكم مشكلة نهار الجمعة تحلت لكن فما مشكلة اخرى اكبر واخطر نحكيه على سبعة وين ستحكمه في اثنين جامفي اللي فات ابتدائيا بعشر سنوات سجن من اجل التهريب باستعمال وسائل النقل تبقى المادة اثناش من قانون مكافحة التهريب الجزائري اللي جا فيه انه يعاقب على افعال التهريب التي ترتكبوا باستعمال اي وسيلة نقل بالحبس من عشر سنوات الى عشرين سنة وبغرامة تساوي عشر مرات مجموعة قيمتين البضاعة المصادرة ووسيلة النقل السبعة وين ستا هذم يتحدد مصيرهم غدوة بما انه غدوة الاثنين ثلوتاش فيفري هو موعد جلسة الاستيناف في القضية بعد ما راجعنا القانون الجزائري وبعد ما اتصلنا باحد المحامين اللي نوبوا في القضية والليت عندي قناعة اللي انه الوضعية ما تتعداش مخالفة جمركية على معنى الفصل مئتين وسبعة وثمانين مكرر من مدونة الجمارك الجزائرية والعقوبة فا اغطية مالية ومصادرة البضاعة لانه بكل بساطة المهرب بالوضعية اللي عنها ما يمرش بالمسالك الحدودية القانونية بجواز سفر مطبوع ويخذ على التفتيش الديواني كما في الاصل كان باش يصير مع الناس هذومة سيد الرئيس واعضاء المحكمة المنتصبين للقضاء في حق سبع تونسيين اطلب من جنابكم من بري هذا مراعاة الاعتبارات التالية نحن وانتم اخوة علاقاتنا متين تمتد عبر التاريخ وتتخطى الحدود الجغرافية سيد الرئيس اعمار الماثلين امامكم تتراوح بين العشرين والسبعين جاءوك باحكام بعشرات السنين لا يقضى فيها الا على كبار المهربين فلا ظرر لو اعتبرتوهم فقط مخالفين ويكون حكمكم برجوعهم لبلدانهم لبلدهم سالمين وحديث نقيس